السلام عليكم طلابي الأحباء اليوم يا ثاني نريد أن نكمل حل تمرين الدرس العد بالواحدات والعشرات والمئات هيا بنا لنكمل تمرين الدرس هيا بنا أكتب الأعداد المفقودة الآن يا ثاني نلاحظ أننا عندما نعد 354 344 العد كان ماذا؟ العد كان تنازليا أحسنتم إذن تغيق كان أين؟ كان في منزل العشرات رائع إذن ماذا سنكتب بعدها؟ 334 أحسنتم ثم ماذا؟ سنكتب 324 رائع يا ثاني إذن ماذا سنكتب بعد الثلاثمائة وأربعة وخمسون يا ثاني؟ ما العدد الذي جاء قبلها؟ نعم إذن كان عددا تصعديا 364 ثم 374 رائع يا ثاني هيا بنا نكمل الآن يا ثاني أذكر للطفل عددا مكونا من ثلاث منازل ثم أطلب إليه العد بالواحدات والعشرات والمئات تصاعديا بدءا من ذلك العدد الآن سأختار لك عددا ونبدأ بالعدب المئات هيا بنا 379 العدب المئات يكون بزيادة مئة في كل مرة ماذا سيصبح العدد إذن؟ أحسنتم 479 ثم يليه 579 لاحظوا معي كل مرة نزيد فيها 100 679 رائع ثم 779 أحسنتم 879 أحسنتم 979 رائع يا ثاني الآن العد بالعشرات يكون العد بالعشرات يا ثاني بزيادة عشرة في كل مرة انظروا معي إلى العدث 379 يكون في منزلة العشرات أي سيصبح العدد الذي يليه 389 لاحظوا معي التغيير كان في العشرات 399 أحسنتم 409 ثم 419 ثم يليه 429 ثم 439 الآن العد بالواحدات سأختار لكم عددا هو سنبدأ بالعدد 379 ستكون دائها المأزية دائها ثاني واحدة في كل مرة سأبدأ بالعدد 979 ثم 381 ثم 381 ثم يليه 382 ثم يليه 383 في كل مرة نزيد فيها 1 384 ثم 385 وهكذا يا ثاني نزيد في كل مرة واحد أحسنتم يا ثاني الآن عزيزي الطالب حاول أن تختار رقم آخر لتبدأ به لحل هذا النشاط هيا يا ثاني والآن انتهينا من حل تمرين هذا الدرس أتمنى أن تكون قد استمتعتم أشكر لكم حسن استماعكم يا ثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر